اشتركوا في القناة الانسل هادي راح تكون مجزع وراح تكون فيها مقاطع جدا كثيرة اول ما نفتح البرنامج راح تطلع لنا هذه صفحة البداية صفحة البداية فيها ثلاث اشياء هنا نلاحظ فوق في الهيدر حقه create a new song هنا اذا تبغى انت تفتح مشروع جديد وتبدأ شغلك هنا اذا كنت انت تبغى تعمل mastering فراح تختار create a new project هنا اذا كان عندك شيء في الملفات فراح تفتحها نجي اولا الى create a new song لما تجي الى create a new song راح تلاحظ هنا template اللي موجودة طبعا هنا empty song هنا اشياء يعني فيها التفاصيل انت ممكن انك تستفيد منها وهذه معدة مسبقا من الشركة نفسه song title انت اذا حبيت تختار الاسم المفضل اليك فراح تكتبه هنا او هو عنده الاسم كاتبه بالطريقة هذه مع التاريخ يعني هو مجهز لك الموضوع لاحظ هنا الاسم علي الزاير فهو كتب علي الزاير والتاريخ طبعا هو من هنا قاعد ياخذ هذه الاشياء لما اجي الى هنا واقول له راحظ لما اجي هنا كتب علي وكتب التاريخ فانت مباشرة اذا جيت هنا تفتح الصفحة هذه فتقول له اسم المشروع مثلا music salt على سبيل المثال وهنا اتحدد نوع music general مثلا blue لما تجي تفتح فراح تشوفه كاتب لك الاشياء هذه ويصنفها طبعا هنا الموقع اللي راح يحتفظ فيها المشروع تقدر انت تغير اصلا السامبل ريت هنا تختار السامبل ريت اللي انت تبغى 48 44.1 هنا الbit عادة احنا نستخدم 40 تختار نوعية تام اللي تبغى يبدأ فيه المشروع انت تبغى يبدأ بالبار او بالسكن ليش يا شباب لان في بعض المشاريع ما تتعلق بالبار يعني مثلا الالقاء الحر او الشعر او القرآن او الدعاء او ايشي في القاء حر انت ما تحتاج لان يكون على البار والبيت انما تحتاج يكون على السكن فاتحدد برضو طول المشروع اللي انت تبغاه هنا قلنا احنا في هذه الحالة السرعة ما راح تكون مهمة بالنسبة لنا وهنا time signature لما تيجي الى البار فالسرعة راح تكون مهمة وهنا مثلا اربعة الاربعة او ثلاثة الاربعة او او الدبار وهنا الkey signature تختار اذا كان السي انت تحدد من البداية علشان البرنامج يعرف انت مشروعك هذا على اي طبقة او على اي سلم وبدي هو يتفاعل معاك بشكل ايجابي في كل خطواتك المتعلقة بسلم العمل نفسه هنا عنده اختيارات يقول لك stretch audio file to song tempo يعني لو انت جيت عملت import الى audio على المشروع نفسه فراح هو يعمل تمغيط على حسب tempo اللي موجود عندك يعني راح يعمل stretching او انت لا تبغاه اول ما تعمل import مباشرة يضيفه بدون ما يعمل stretching على حسب ما انت تبغاه play overlap لما تكون الاصوات على بعضها يعني مثلا انتهى الصوت وجاء الصوت فوقه فيشغلك الاثنين او لا انت تبغى مجرد يجي الصوت فوقه يشغل الصوت اللي جاء فوقه انت تحدد له برضو هل انت تبغى يقوم بهذه العملية او لا تقول لي اوكي وراح يفتح لك المشروع هنا لما تقول لي create a new project راح يفتح لك project علشان تعمل mastering نفس المشروع مثلا انت تبغى تسميه وعلى summer rate اللي اخترناه 48 ففي هذه الحالة اذا انت عندك track out على خاصية ddb image فحاب انك تعمل import الفايل هذا فتختار هذا لما نقول له اوكي الان لاحظ شباب فتح لنا صفحة يعني هذي analyzers هذي meters وهذي اشياء خاصة بعمليات المسترينج هنا لما تقول له open existing document شغلة هذي اللي يتعامل مع الكمبيوتر شغلة جدا عادية اشتركوا في القناة